بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أحباب في الله ها يتجدد بنا اللقاء ونتكلم اليوم عن موضوع مهم وهو الدنيا دار ابتلاء وامتحان أعلم أخي الكريم أخت الكريمة أن هذه الدنيا التي نعيش فيها ليست دار مكر بل هي دار ممر وأن المستقر والمكر هي الدار الآخرة في جنات النعيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبها لي ولكم ولجميع من يستمعون فأن هذه الدنيا حياة قصيرة مهما طالت وبعد ذلك نرجع إلى الله سبحانه وتعالى وتكون الجنة هي الدار المكر لك فحينما تعيش في هذه الحياة الدنيا أعلم أنك في اختبارات وابتلاءات إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرُ الصَّابِرِينَ الله سبحانه وتعالى هيختبرك فهيختبرك بالخوف وإما يختبرك بالجوع والفقر أو يختبرك ربنا سبحانه وتعالى بأن ينقص مالك ويقل مالك أو أن يموت أحد من أقاربك أو تفسد تجارتك ثم أعقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة وقال وَبَشِّر الصَّابِرِينَ أي أن الذين يصبرون على هذه الابتلاءات وهذه الاختبارات وهذه الامتحانات بشرهم الله بالبشرة الكبيرة فيقول ربنا سبحانه وتعالى إنما يوفى الصَّابِرون أجرهم بغير حساب فاعلم أخي الكريم إن هذه الدنيا هي دار امتحان لك واختبار وأنها دار مليئة بالشقاء والتعب وقد قال تعالى في كتابه العزيز لقد خلقنا الإنسان في كبد واعلم أخي الكريم أن الجزع لا يفيد الإنسان حينما تصاب بمصيبة أو أي ابتلاء وتحزن حزنا شديدا وتجزع وتيأس كل هذه ليست من صفات المؤمن فالمؤمن دائما صبور دائما يتقبل هذه المصائب وهذه الابتلاءات بصدر رحب قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن صبرت إن صبرت جزيت قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه إن صبرت جرت عليك المقادير وأنت مأجور وإن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور يعني أعلم أخي الكريم في قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول أن الأقدار والمقادير سوف تمر عليك وما كتبه الله سبحانه وتعالى لك سوف تأخذه فحينما تمر بأحوال وتمر بمشاكل في هذه الحياة الدنيا وتصبر عليها فلا شك أنك مأجور وتأخذ حسنات كثيرة وعلى الجانب الآخر أخي الكريم أخي الحبيب إذا جزعت ولم تصبر وبدأت تشتكي وتيأس من حل هذه المشاكل فاعلم أخي الكريم أنك مأزور وقد ترتكب بعض السيئات وتأخذ بعض السيئات لأنك لم تصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى الابتلاءات التي ابتلاها الله بك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ما عصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم فأخي الكريم الصابر يصبر في هذه الحياة الدنيا والمؤمن صبور في هذه الحياة الدنيا وحينما يصبر على الأقدار والمشاكل التي تحيط به حين إذن يشعر بالسعادة في قلبه ومش بس إنه هو يشعر بالسعادة لا ده كمان بيأخذ أجر ويأجر ويأخذ حسنات بسبب إنه هو صبر على هذه إليه الحساب بغير حساب يوفي له الأجر بغير حساب قال الأوزاعي قول جميل في هذه الآية الكريمة يقول ليس يوزن لهم يعني ربنا مش يوزن الأعمال بتاعتهم ولا يكال لهم يعني ربنا هيوزن الأعمال بتاعتهم بالمكايل ولكن إنما يغرف لهم غرفا إنما يغرف لهم غرفا يعني كأن أحبابنا الكرام لما حينما يضع الإنسان في إناء الطعام يأتي بالمغرفة و يصب بالطعام لنفسي أو لأولادي ولأهل بيته فيغرف بالمغرفة يعني بشيء كبير هذا ما يوضحه الأوزاعي واشرح فيه هذه الآية ف سبحان الله ولم لا وأن الله هو الكريم وهو العظيم سبحانه وتعالى ويعطي عطاء ليس له حدود فماذا تظن بالله الكريم إلا الخير والثواب العظيم من عند الله سبحانه وتعالى أخي الكريم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أخي الكريم أخت الكريمة حينما يصاب المؤمن بمصاب أو تصاب المؤمنة بمصاب فالله هنا في هذه الآية يبشرهم حينما يصيبوا بهذه المصائب بالأجور والحسنات إذا صبروا ويبشرهم الله سبحانه وتعالى بالمغفرة وهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول للعبد حينما يحزن على مال قد فقده أو ابن فقده أو أي شيء من متاع هذه الحياة الدنيا يقول أن العبد نفسه هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون إذا كان الإنسان هذهب إلى الله سبحانه وتعالى ويترك كل هذه الحياة الدنيا وما يخرج منها إلا بالكفن فسبحان الله على أي شيء يحزن بعد هذا إذا فقد متاع من متاع هذه الدنيا الزائل فأخ الكريم أخت الكريمة قد عز رجل صالح قد عزي رجل صالح يعني هذا الرجل أصيب بمصيبة في الحياة الدنيا فجدت بعض الناس تعزيه وتأخذ بخاطره وتهون عليه بكلمات طيبة فقال هذا الرجل الصالح فقال ما لي لا أصبر يعني ليه أنا مصبرش وقد وعدين الله سبحانه وتعالى بثلاث خصال وسلاث صفات كل صفة فيها خير من الدنيا وما عليها فالله بشر به هذه الخصال الجميلة والصفات الجميلة وهي صلاة الله وهدايته للصابرين ورحمته يقول ربنا سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله سبحانه وتعالى يصلي عليك أن يخفر لك ذنوبك ويرحمك وكذلك يهديك إلى طاعته ويرحمك كل هذه صفات لمن صبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى كذلك ومدح الله نبي أيوب فقال في متح أيوب عليه السلام إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب لما ابتلاه سبحانه وتعالى بالمرض فظل في المرض ثمانية عشرة ثمانية عشرة عاما تمنتاشر سنة وهو تريح الفراش فالله وجده صابر فهو نعم العبد إنه أواب أي تواب راجع إلى الله صحوه وتعالى وعبد مطيع إلى الله فزكاه الله في هذه الآية الكريمة كذلك قصة عروة ابن الزبير لما أصيب رجله بالأكلة يعني عروة ابن الزبير ابتلاه صحوه وتعالى ابتلاه شديد بأنه أصيب بمرض في رجله فلما سأل الأطباء في ذلك الوقت نصحه إنه لازم يقطع هذه الرجل حتى لا يصاب باقي الجسم فلما قطعوا رجله قال كلمات جميلة وعظيمة في الصبر وكذلك ابتلاه في نفس اليوم إنه سقط أحد أبنائه فراقع مات يعني رجل قطعت وابن مات فقال كلمات جميلة قال الحمد الله إنه كان لي سبعة من الأبناء فأخذ واحدا وأبقى ستة وكان لي أربع أطراف يعني الرجلين والقدمين وقطعت القدم من الأقضام قدم من قدميه فالله أخذ طرفا وترك لي ثلاثة أطراف فقال رجله ولكن ربنا عفاه وعافى جسمه سبحانه أولاده ولئن أخذت لقد أبقيت ربنا أخذ منه طرف من الأطراف وأبقى له الباقي صلى بنا عن نبي محمد صلى الله وسلم ورؤية أن الفضيل ابن عياد بنت أصابها في كف من يديها أصاب مرض فأصيب هذا الكف وأصبح عجزا فبدأ الفضيل ابن عياد يسأل بنته ويقول لها كيف حالك وسألها عن حال كفها فقالت يا أبتي بخير والله لئن كان الله ابتلى مني قليلا فلقد عافى مني كثيرا ودعت هكذا حال البنت الصابرة تقول يعني ربنا ابتلاني في كفي ولكن باقي جسم سليم فهي بتشكر ربنا على هذه النعمة كذلك أحبابنا القرام لما يصاب الإنسان بمصيبة في أهل بيته فانظر إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها لما مات زوجها قبل ما تتزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فدعت وقالت اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها لما مات أبو سلمة فحينما دعت بهذا الدعاء رزقها الله سبحانه وتعالى بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتزوجها فكان خيرا من أبو سلمة أخي الكريم أخت الكريمة الزموا الصبر والاستسلام لقضاء الله سبحانه وتعالى فإن قضاء الله كل ذو خير وامتسل أمر الله وأمر رسولي وارض بما كسماه الله لك واصبر على القدر خيره وشري وهذا من كمال الإيمان واعلم أن منتهى الصبر وآخر الصبر عواقبه حميدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عواقبنا كلها حميدة فاستبشر بالخير واستبشر أن الله سبحانه وتعالى سوف يأتي مع العصر ويسر وأن الله سبحانه وتعالى سوف يكتب لك الخير كله وأن الله حينما يبتليك يعافيك يأتي الابتلاء ثم بعد ذلك يعافيك من أشياء كثيرة فالله كريم وعظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بسائر النعم ويعافينا ويعافيكم ويعافي كل مبتلى مسلم أو مبتلى مسلمة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا وإن كان من خطأ أو نسيان فمنه ومن السيطان نسأل سبحانه وتعالى أن يخفر لنا زنوبنا الله مخفر لي ولولدي والمؤمنين والمؤمنات ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وكنا عذاب النار ربي أن يسألك رضاقة والجنة أوزبك مساختك والنار أحبابي الكرام لا تنسوا الاشتراك في القناة وكتابة التعليقات طبطوا بخير طبطوا مطابط أوقاتكم وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام لا تنسونا من صالح دعائكم اضعوا الله لي ولوالدي وللمؤمنين واضعوا لي إخواننا المسلمين المستضعفين في بقاع الأرض بأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى وأن يرفع راية الإسلام عليها خفاقة وأن يعز الإسلام والمسلمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام وجزاكم الله خير وشاكر لكم على حسن الاستماع وقع الله سبحانه وتعالى هذه الجلسة في ميزان حسناتكم وغفر الله لنا جميعا ورزقنا جنات النعيم وأحسن الله إليكم وشكرا على حسن الاستماع فجزاكم الله كل الخير وكتب لكم الخير في جميع نواحي الحياة ورزقكم الله جنات النعيم والسلام عليكم ورحمة الله وكتب